لم يبقى اثر مواضح لداعش كما يبدو في محافظة صلاح الدين فقد تلاشت جميع دفاعاته شمالي المحافظة بزامنا مع اعلان منطقة الحراريات محررة بالكامل قيادة عمليات صلاح الدين زفت خبر السيطرة المطلقة من قبل قطاعاتها على الحراريات والفتحة شمالي بيجي مؤكدة اختفاء داعش حيث لم يعد التنظيم قادرا على تسليم عناصره بسبب الهجوم التصعيدي من قبل القوات من هنا بدأت القوات الامريكية بعد تراجعات خفية من بيجي بدأت بعادة نشر قواتها مستعينة بقوات من جهاز مكافحة الارهاب للولوج الى قضاء بيجي وبسط السيطرة البرية على عدة مناطق ويبدو ذلك جليا بحجة تطويق المكان الذي سودفت فيه قطاعات امريكية وقتلت اثنين من عناصرها امنيا تشهد المحافظة استقرارا واضحا رغم انفجار بعض مخلفات داعش والتي كان اخرها الانفجار الذي اصاب معاون امر اللواء الثامن والثمانين في الحجد الشعبي قرب مكحول اخر معركة للتنظيم حتى اليوم اعلت عنها وزارة الدفاع حيث صدت عمليات صلاح الدين تعرضا لداعش في قرية السلمان فيما تمكنت بفترة وجيزة من تأمينها وتفجير خمسة وعشرين عبوة ناسفة وقتل خمسة عشر عنصرا من داعش وتفكيك ثلاث منازل مفخخة بحسب الوزارة اما الادارة المحلية لمحافظة صلاح الدين وبعد الجلسة التي عقدتها اليوم بحضور المحافظ احمد عبدالله الجبوري شددت على اخذ دورها في توفير المهام الخدمية مكتفية بتشجيع وشكر القوات الامنية الامر الذي ينتظره مواطنون محافظة وهو تمثيل الحكومة المحلية لدورها في توفير الخدمات كابسط مطلب